السلام عليكم يا احبابي كذا يريدنا اللبس عليكم أتمنى انكم تكونوا بخير وعلى أخير وبتاح جيدة انشاءالله اكيد انتم تشوفا هذا الفيديو في احتى الاحوال اتمنى يكونوا كاملين في احتى الاحوال وتكون الاحوال جيدة انشاءالله بإدني الله وانتم تشوفا هذا الفيديو والتي يتمنى شيئا الله يجعل رب يستعيل عليها فيها فرع واشر ياربي ياربي امين امين اليوم ان شاء الله نشارك معكم كما ترى من العنوان سوف نشارك معكم ميلي بيتزا بوحد طريقة للسالة و تنفع خصوصا في الشهر رمضان الكريم في الفطور و الولادات من الودي والغدي و معهم من اللاكل بوحد طريقة للسالة و تجلبها في الثلاجة فقط انك تعمرها تختصر عليك الكثير كما نعرف بان رمضان ضروري خاصنا نعطيه الوقت للعبادة للصلاة و عادة تحضيرات و كيف نحضره قبل هذه الحيواجات لكي يأتينا في قرب الفطور سيأتينا ساهلين سيأتينا احبابي و بغيت نشارك معكم حتى الأصوصيات بيتزا رائعة للبنات و تبقى 20 يوم في الثلاجة يمكنك أن تستعملها بيتزا أو طواجين و لكن بقى معي حتى الأخر فيديو باش تمشي معي بيتزا 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 من الملات على الملات بيتزا بيتزا بعد بيتزا 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 كمالت العجينة كاملة اللي عندي شكلتهم كلهم ميني بيزات وبديت انتقبها بشوكة ضرورية البنات كي تتقب بشوكة باش غادي نردها ان شاء الله في الفران غادي نردها على نار مهيلة وما خلاش البنات تتحمر نجد معكم لاصوس اختي اللي قلت لك عليها لاصوس رائعة وقدم لكم مدة طويلة في تلاجة عشرين يوم البنات ما كتخسر متشي حاجة وصحية في نفس الوقت خصوصا الوليدات اللي ما كيبغوش يكلو الخضرة هذي طريقة رائعة انكم تكلو الوليداتكم بها الخضرة صراحة انا نفعاتني هنا كما تفو البنات عندي ما طيشة عندي جوج خزويات جوج قريعات جوج فلفلات خضر وجوج فلفلات في الحمر يعني وعندي العطرية وعندي مليحة وعندي قصبرو مع نص متقوق بالتومة هنا يا البنات غادي نبدأ اول حاجة غادي نبدأ نقطع الخضيرة خديت هنا يا تنجرة وغادي نبدأ نقطع الخضيرة غادي نقطع هذو جوج قريعات غادي نقطع جوج خزويات لان خزو حيت له البنات القلب دياله قطعته احتوى طريفات البنات قطعوا تقطعها كما كانت ماشي ضروري انها تكون صغيرة ولا كبيرة لانهم غادي نرضو مشاء الله غادي طيبو وكيما قلت لكم هاد اللاصوس راهات رحميني عليها البنات زوينة زوينة زوين بزاف وغادي نفعك لا في الطواجنات لا في البيتزا لا هكي لا بغايت الطيب تدير اشي لاصوس هكا بالحوت كتجي البنات رائعة انا ما كنا قدرش نستغني على دائما عندي فتر وهنا هي البنات زيت بصيلة لانا ننسيت في الول ما حطيتاش ضروري منها احتى هي قطعت بصيلة بالنسبة اه غادي باش غادي نرضها غادي نرضها غادي نضير فيها ورق ديال سيدنا موسى غادي نضير ورقة بحدها وغادي نضير طريف ديال عيد ديال القرفة البنات عادي لاصوس كتجيب اه ب الكني نجان ولере صغيور ديال ملحة ما خادي نكتر البنات الملحة لانا عندي القصبور مع النص ومثقوقين في التوما والملحة وغادي نضير زويتا وغادي نضير يا البنات غيجة ديال كاز ديال لانا آآ theyجئ عندي ماتشا كت Bareغ الماء آآ القرحة ايكا تطلق الماء ديك الشيعة والبصلاح ايكا تطلق الماء يعني ما غادش ندير فيها الماء بزاف وغاد نرد ان شاء الله فوق البوطة وهناي بعد ما طابت الخضيرة كاملة وطابت مزيانة البنات شوفوا المال اللي تلقات يعني هادك هادك لاصوس او لذيك المال يبقى هو اللي ان شاء الله غاد نتحنها مزيان بالبطور يعني بإمكانك أنك اللي متوفر عندك يا البطور زيت لي الموني نكس ومهم قصة تطحن البنات مزيان بعد ما حيت لها العويد لقفة وحيت ذيك الورقة دي سيدنا موسى عاد يعني حتى كتبلك بأنها ولا تصوص ومطحونة هنا يا صفي غادن بعد ما طحنتها مزيان غادن نخد هاكا واحد المول وغادن نخد صفايا وغادن صفايا غادن صفايا البنات مزيان باش لانا عندي مطاشا خليتها با يعني بالقشرة ديالها وحتلف الفلا يعني اي حاجة كانت يعني في ذيك الخضر غادت تحيد غادتبقى غي لا صوس بوح ديتها البنات ذاك ما بدنا احنا في الغرض عندنا الغرض غيب لص وايلبك اني تبقى شو الشي اللي不是 كانت صفياها لابنة كاملة دا مازل روز باش بتنديلها ان شاء الله لا عطرية الي غادن اندير هς نحدد مع القصغيره ديال في الفلا سوف ندفع عليهم القياس كبيرة قياس القصبور ام عدنوس مدقوق بالتماء وفيه الملحة لبناس لانا باش ما جينيش لصوص ملحة هذا دائما البناس انا عندي ستعلي زويته كمشتوحة وزتعلي زويته من الفق باش مكي باش يزمه مكي داعش سوف يردها فق البوطة باش ديك لصوص كتعقد مزيان وكتنشف هنا سوف البنات اعقدا كي لصوص شوفوا كيفش جاتوا كيفش ولتها البنات اعطي واحد الريحة ما شاء الله رائعة وزوينة وهنا البنات بعدما وجدت كي ماشتو لصوص غادي نزيد عليها واحد المكون اللي هو كي يحتفظ لين عليها ما تخليهاش انها تحمض وكيخليها واحد مدة طويلة كتصبر لك وكتبقا مزيانة يمكن لك انا كي تستعمليها كي ما قلت لكم اللي مدة ديال العشرين يوم هو سكر سانيدة البنات غادي ندير معلقة كبيرة ديالسكر سانيدة هو المكون الاساسي البنات فضلاصوس اللي كي قوم لنا بالحصيفات عليها صافي وغادي نحرركم ازيان البنات هنا غادي ندوز نشارك معكم ليبادي البيتزا لان احتها هي وجدت شوفوا البنات كيفاش كتجي كتجي رائع وكتجي زوينة كتجير طيطة وشيشة ما كان خليهاش تحمر لا ملتوحة ولا من الفوق يعني باش كان بغي نحتفظ بها وكان بغي نعود نطيبها يعني بعد ما كان عمره وكان خشاف الفران غادي تتحمر هنا يالبنات كي ما قلت لكم غادي ندير طريقة الاحتفاظ بميني بيتزا غادي ندير عشرة 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 يعني غادي اعطتني 40 حبة غادي ندير عشرة عشرة فاشر تبغي البنات جبدوهم غادي جبدو غير عشرة اللي انتم ما غادي تستعملوا اللي غادي تحتاجوا يعني اما القوتاية اما الليكو الوليدات يا اما هكالفطور خصوصا لبنات فرمدان يعني كتنفع بزاير صافي هنا يا يعني دلت لون بابيس ويلوفان كاملين يعني اربعة جو عشرة 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 وصافي وغادي ندوز ده غادي ناخد قرعة ديال الزاج كما اشتوا لبنات قرعة اللي غادي نستعمل فعلي غادي ندير فيها لصوص ديال بيزا اللي وجدنا اكيد البنات القرعة غستتكون معقمة مزيان هي اللي غادي ندير فيها لصوص صافي غادي ندير فيها لصوص كاملة غادي نعمرها شوفوا تباكل لاش حال قداش اعطات اذيك الكمية اللي انا درت يعني غادي ندير فيها لصوص كما قلت لكم مدة ديال العشرين يوم ما غادي نحتاجي لصوص انا كيت تعدي بي كل نهار وتصوبها كل نهار بعد ما عمرتها لبنات القرعة درت عليها زويتها من الفق يعني فيما تخديم ديك لصوص ديري فيها زويتها من الفق حتى زويتها بلدي حتى يكتحافظ عليها و هنا سنتوجد معاكم هكا مني بيزات بالنصص اللي وجت وبلوبات اللي وجت هكا باش تشوفوا هكا الطريقة كيفاش كتجي يعني البنات الي انا ما غا نحتاجهم فيها تشو حاجة غادي ندير فقط غير لاصص اللي درت اللاصص اللي درت البنات فيها الخضر فيها كل شي يعني كافية درت اللاصص درت هكا الطون اللي متوفر عندك لباش ما بغيت تعمرها يبد كفيتها يبطون هكا السلامون يبقى اي حاجة. هاكا درجة انا طون. غادي ادري عليها زيتون وغادي ادري عليها من الفوق الزعتر. كما غا تشوفوا معي القرعة ديال الزعتر. غادي ادريها كمنسم. اه يعني الزعتر. صافي وغادي ادري عليها الفرمجة البنات من الفوق. وغادي ادخلها الفران. اذا احبابي كما تشوفوا معي هاي البتزا. هاي وجدات يا سلام. شوفوا اللاصوس كيفاش كاتجين. ما كتحتاجين لديها فيها لسلام شحراء لا فلفلاء لا تشي حاجة. لان اللاصوس فيها كل شي كما قلت لكم. وهكا دغية توجد وما كتاخد منك الوقت بزاف. يعني اللي بات كتكون عندك واجدة. لاصوس كتكون عندك واجدة. فقط انا كيكا تعمريها اه باللي بغيتي. اللي متوفر عندك. وصفوك ادريها في الفران. وكتكون عندك بيزا. اه ميني بيزا. واجدة هكا. وغادي نفعلك ان شاء الله في الشهر الكريم شهر رمضان. اه اللي ما غاديش ان شاء الله تحسوا قاعب اه بالتعب او بالتمران. كل شي واقتصادي في نفس الوقت. شكرا لكم ونخليكم ان شاء الله احبابي مع فيديو جاي. بسلام عليكم.